انا كبري بعزومي وبهمتي ومجادي انا كبري من يومي كلي فخر بجادي انا كبري انا كبري بعزومي وبهمتي ومجادي انا كبري من يومي كلي فخر بجادي انا كبري قطر يا بيت الحق في دمية جايتنا أميرنا بلكة يبعى لرايتنا قطر قطر يا بيت الحق في دمية جايتنا أميرنا بلكة يبعى لرايتنا بس الوطن نسعر والواحد ونفتي والنكسر اشتركوا في القناة رحبوا معي عزيزي المشاهدين بضيفنا وضيفكم برجل الأعمال السوداني خيري سعد الدين المحترم الذي له البصمة الواضحة في قطاع السيارات في دولة قطر بدأ عمله في هذه الدولة في هذا القطاع وترعى في هذا القطاع وله الباع الطويل في هذا القطاع في البداية سيد خيري أسعد الله وقف الله يحييك الله يرحمه عندك طبعا نحن سعدين يكون ضيفنا على هذا البرنامج برنامج رواد النجاح وهذا البرنامج الذي يستضيف نخبة نخبة من الأبناء الجالية السودانية التي لها البصمة الواضحة في دولة قطر الله يحييك يعني رجل أعمال ومستثمر في دولة قطر منذ عام 1989 دخلت هذه أيضا عملت في هذه الدولة في البداية كموظف نعم كموظف وثم تدرشت إلى ما وصلت إليه الآن نعم جميل جدا نعم دعنا نعود إلى الوراء قليلا طيب نحدث السادة المشاهدين بدايتك من عام 1989 كيف كانت البداية في دولة قطر الحبيبة تفضل الله يحييك طبعا هي غطر يعني غطر هي المعطاء يعني صراحة يعني أنا شخصيا لو لا غطر ما كنت أحكفون زي ما أنت قلت رجل أعمال نعم نعم طرأ جيت دوحة صغيرة يعني طرأ رعت فيها نعم في إمتى كل شي فيها نعم يعني في إمتى أشياء وايد ما كنت أفهمها في إمتى هنا في هذه الأرض الطيبة والشعب الطيب تحت غيادة سمو الأمير الوالد وحفظه الله وأمير البلاد المفدى الشيخ تمين بن حمل نعم والله حصلنا في هذه الأرض الطيبة لم نجده في عطاننا ولذلك عشنا في أمان وجد الأمان وجد الاستثمار أحسن نعم أحسن في مجال السيارات يعني أنا أحشغ السيارات هي السيارات طبعا هي هواية يعني هواية منذ الطفولة نعم هواية أحشغ السيارات أحشغ السيارات من الطفولة أنا من طفل كنت أحب السيارات نعم كنت نصنع السيارات اللي هو بال السيارات الصغيرة السيارات الصغيرة نعم العلب البواطي بتاعت الحليب من هذا كل وقت أنا أحب هذا المجال أحشقه قد النظر عن الفائدة وقد النظر عن كل شيء دخلت في هذا المجال بحبه وإن شيء أنت تحبه بتبدع فيه تبدع فيه صحيح والحمد لله صراحة أجد نفسي هنا أكثر شيء أجد نفسي في السيارات والسيارات عالم ثاني عالم آخر سيارات الآن اتطورت لدرجة كبيرة جدا هناك تكنولوجيا عالية في قطاع السيارة تكنولوجيا عالية جدا استعرضت هذا الكلام في دقائق معدودة ولكن أخذت معك السنوات طويلة إلى ما وصلت إليها نعم دعنا نعود إلى الوراء قليل كيف كانت البدايات في دولة قطر بداياتي في دولة قطر يعني طرأ رأت في دولة قطر عملت موظف غرابة العشرين سنة وكنت هاوي السيارات هاوي السيارات نعم وستعوى كموظف نعم وكنت هاوي السيارات في مكان عملي كانوا عدة أجخاص استشوروني عن السيارات وموديل السيارات وفئة السيارات وأسعار السيارات شو بتحب توجه بطاقة شكر واعتزاز أيضا إلى الأمير الوالد وأيضا إلى سمو الشيخ تميم عبر هذا البرنامج الله يرحم والديك أنا أوجه شكري إلى سمو الأمير الوالد حفظه الله وإلى سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد وإلى الشعب الغطري الكريم وأوجه شكر خاص للشخص الذي صراحة يعني دائما كنت أجده معي اللي هو السيد علي بن راشد العرابي دي الشهواني يعني يلمسل يقول لك رب أخي لك ألم تلتهمك دائما كنت أجده يعني في كل صاحب في كل شيء كان هو يعني صراحة سبب نجاحي يعني هو صراحة يعني كان يدعمني يدعمني معنويا ويدعمني يقول لي يعني صراحة ينزع الخوف والتردد مني وكان الدعم الأساسي دائما الأساسي نعم جميل يعني رجل الأعمالة سيد خير يعني وأنت مستثمر في مجال قطاع السيارات في هذا المعرض والكاميرا الآن تستعرض أين وأنواع هذه السيارات والسيارات الفارهة أين هذا المعرض معرض الديرة يتمتع بشعبية عالية وسمعة طيبة الحمد لله السؤال هنا كيف جاءت هذه الشعبية الشعبية جاءت بالمصداقية خليك صادق إذا أنت صدقت الشعب الغطري شعب كريم نعم صراحة أصدق لو صدقت تكسر البيوت تكسر المجالس وتدخل لك حياة من صادق لناه شعرك أموالهم شعركوا أموالهم نعم 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 نحن طبعا يعني ليس هذا المعرض بس عندنا معرض ثاني في مدينة مواتر نتحدث عن هذه المعارض التي تؤسسها في هذه المعارض وأنواع السيارات التي تقدمها للزبائن والخدمات التي تقدم من خلال هذه المعرض والله يعني نحن دائما نقدم للزبائن المصداقية يعني أهم شيء المصداقية الزبون لما يسق خلاص بيروح بيجيب عمى وابن عمى الزبون عندنا عبارة عن صفقة في شجرة لو صدقت مع الصفقة صدقت مع الفرع صح إذا صدقت مع الفرع صدقت مع الشجرة صح إلى أن تصل عروق الشجرة نعم شعرنا صراحة ويعني الحمد لله المصداقية المصداقية نعم ما هي أنواع السيارات التي تعملون بها من خلال هذا المعرض والله إحنا يعني ما عندنا يعني نوع معين نوع معين نحن صراحة نشتغل في كل السيارات غالبا السيارات الفور ويل الفور باي فور اي فور جميل جدا يعني من خلال معدين البرنامج ومن خلال هذا البرنامج الوطني برنامج رواد النجاح جاءناك اليوم في هذا المساء لقاء اللقاء معك عبر هذا البرنامج برنامج رواد النجاح وتم اللقاء معك في هذا اليوم ولكن من خلال هذا اللقاء تحدثنا عن عدة محاور وعدة أمور في هذا اللقاء شو بتحب توجه أيضا كلمة إلى تجار السيارات وأنت ابن لهذه المهنة والله أنا كلمتي لتجار السيارات يعني يبعدوا عن الاحتكار لأنه يعني الحين أنت شايف الوضع الاقتصادي العالمي يعني عدة الشركات يعني بعض الناس يعني الواحد بيحجي السيارة مفروض يعني ما يعمل تدخم في السوق يعني ما يمسك يعني يعلي السعر يعني أضعاف السعر من الشركة قليلوا الدام لك في الموقف نعم نعم يعني ذا الشيء أحب أوجهه لكل التجار أنهم يعني صراحة يكونوا يعني صراحة أن يطاقوا الله جميل جدا يعني رجل الأعمال السيد خير تم اختيارك اليوم من خلال هذا البرنامج وتم اختيارك أنت الوحيد بين هذه المعارض الموجودة لأنك تتمتع بسمعة طيبة وشعبية عالية بصراحة يعني من خلال معدين هذا البرنامج أيضا نتحدث عن الواقع الاستثماري في دولة قطر وأنت يعني قديم في هذه الدولة عصرت الماضي القريب والحاضر وهناك نهضة عمانية واضحة وملموسة في دولة قطر كيف تقيم الوضع الاستثماري في قطاع السيارات؟ والله يعني الوضع الاستثماري في قطاع السيارات وضع ناجح جدا جدا يعني صراحة أنا بدعو كل الشباب الغطري بما أن الدولة الآن دامة بمدينة تخص السيارات مدينة مواطر وفي مجال أنه الآن يتوجهوا لهناك ويأخذوا محلات والمحلات مدعومة من الدولة يعني صراحة الاستثمار ناجح والبيع سهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وراءك الرجل عظيم امرأة اي نعم اكيد زوجتك كانت دعم اليك في حياتك البداية والله كثير كثير يعني أنا يعني زوجتي خصائية نفسانية نعم وهي بعض يعني حكمي أنه أنا رب الأسرة أحب السيارات حتى الأطفال في البيت برضو يحبوا السيارات ماذا لديك من الأولاد والبنات؟ والله الحمد لله لدي ابن وبنتان أرض الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة زماني أرض الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة زماني أرض الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة زماني وأردك دود جباغهم علي جباغهم علي جباغهم علي دباغهم علي هوافق ناس تراجعة تاني هوافق ناس تراجعة تاني أقيف قدامه وأقول للدنيا أنا سوداني رجل الأعمال السيد خير هل من كلمة خيرة بتحب توجيهها عبر هذا البرنامج قبل نهاية هذا اللقاء؟ والله أنا أشكركم أولاً أنتم وأشكر صراحةً كونكم اخترتوني أنا دون ما شاء الله قطر كبير والناس كتيرين صراحةً هذا شيء فضل عظيم وأشكر أسرة البرنامج كلها وأشكر المعدين وأشكركم أنتم وأشكر الأخ المصور والله أجزاكم خير والله يوفقكم وإن شاء الله يعني أقول لكم إن شاء الله من نجاح لنجاح للبرنامج وقتنا يعني من خلال نجاحنا في هذا البرنامج أول شيء أشكرك على دعمك لهذه البرنامج الوقتية أعزائي المشاهدين هذا البرنامج كان معنا رجل الأعمال والمستثمر سيد خير صاحب مبدير عام معرض الديرة الواقع في طريق سروة وأيضا في فرعو الثاني مدينة مواتر مدينة مواتر واقعة في دولة قطر الحبيبة عزائي المشاهدين دائما نقول أينما وجد الأمان وجد الاستثمار نلقاكم في الحرقات القادمة ترجمة نانسي قنقر 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 خميرنا بلكا يبع اللي رايتنا كطر كطر يميك بالشوف طيفين يا كايدنا خميرنا بلكا يبع اللي رايتنا نفس الوطن نسعر والوحنا نفدي والنكسر